قرار الحكومة بشأن التأجيل للانتخابات جاء استجابة لمطالب ودعوات واسعة من الفصائل والقوة الفلسطينية، من مؤسسات المجتمع المدني، من مؤسسات الحقوقية التي كلها أكدت على محاذير ومخاطر إجراء الانتخابات في الضفة بدون غزة وأكدت أن الانتخابات ينبغي أن تجري وفق القرار السابق للحكومة في الضفة وغزة في آن معا وفي يوم واحد نحن لا نريد الحلين أو الخيارين لأنهم خيارات مرة خيار محكمة العدل العليا، انتخابات في الضفة بدون غزة بما يكرس الانقسام ويؤثر على مجمد الجهود الجارية للخروج من هذا الانقسام الكارسي وثانيا لا نريد أن تلغى الانتخابات، نحن نريد أن تجري الانتخابات وهذا يحتاج إلى توافق ومسؤولية وطنية مسؤولية وطنية بين كل القوى السياسية والجهات المعانية في الحكومة ولجنة الانتخابات والتشريعي أن يجلس الجميع ويتباحث الجميع في حوار شامل للوصول لاتفاق جديد وأسس يمكن على أساسها نذلل العقبات شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر